طيب كمان يا دكتور جابنت بتسأل هل التتو حرام أو لا وهنا فيه أنواع كثير للتتول التتول اللي بيتعمل على الحواجب والتتول اللي بيترسم على الجسم موضوع يعني يمكن بيشغل النساء طبعا على وجه التحديد طبعا شوفي سيدتي أولا لابد أن نفرخ ما بين تغيير الهيئة وتحسين الهيئة لأن عدم الفهم الواعي لهذه المسألة بيجعل بعض قليل العلم يفتون خطأا هناك من يبيح مطلقا وهناك من يمنع مطلقا صحيح لكن الدقة في هذا مطلوبة يعني أولا إذا كانت هذه الأشكال فيها تحسين للهيئة فلا بأس به والدليل على ذلك ما في سنن ابن ماجة بالسند عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة قالت يا أم المؤمنين إن زوجي يأمرني أن أزيل هذا يعني شعر في حاجبها شعر كثيف قالت نعم أميطي عنك الأذى وتجملي لزوجك فإذا كان فيه تحسين للهيئة الإسلام لا يمنع بالعكس إن الله جميل يحب الجمال أما إذا كان فيه غير تحسين الهيئة وكان فيه نوع من الإغواء أو لأمور معينة طبعا بس نحترم أسماع المشاهدين بطبيعة الحال هيكون منهعا ومحرر لكن خلينا ما حسن الظن إذا كان تحسين الهيئة الأنسة بطبيعتها بفطراتها تحب أن تظهر في أبها صورة فهذا لا بأس به لأنه يعتبر من تحسين الهيئة طيب معلش راكر مالوش علاقة بإذا كان اللي بتعمل ده بيخرج منه دم أو ما بيخرجش منه دم لأنه ده برضو بيكون مجال النقاش لا هو اللي هيخرج منه دم ده إن إن للوشم الوشم هنا إذا كان ثابت عشان نفرق بينه وبين الحناء الحنة ده مؤقت ما ده مش حنة التتو ده نوع من أنواع يعني نعم فإذا كان خروج الدم وترتب عليه الثبات وأشكال يعني تغير الشك أو لغير الغرض اللي هو تحسين الهيئة أقل ما يقول فيه مكروه نعم